بالتأكيد مهرجان العالمين عمل حالة رواج سياحي كبيرة جدا انعكست على زيادة أعداد السياح انعكست على إشغال الفنادق خلال شهور الصيف اللي كانت فترات طويلة جدا فلي مجدد أو ممتلئة تماما ده غير انه هو شجع المستثمرين سواء العرب أو المصريين على انهم يضخوا استثمارات جديدة من أجل زيادة الغرف الفندقية من أجل استعاب المزيد من السياح في فنادق جديدة خلال السنوات المقبلة هل نتكلم عن تفاصيل بقى أكتر عن كيفية استثمار نجاح مهرجان العالمين بعد نجاحه في زيادة أعداد السائحين واستهداف جنسيات مختلفة معنا النهاردة في الستوديو نورنا الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي أهلا بك يا فاند أهلا سلام فاند بحيكو بالبرنامج شرفت بيكو هنتكلم دلوقتي عن المهرجان بزاوية بقى مختلفة زاوية السياحية بحتة واللي عايزه السائح اللي جاي يزورها ما تكلمش هنا عن السياحة الداخلية أنا بتكلم على السياحة الخارجية إزاي أقدر أستثمر نجاح هذا المهرجان في زيادة عدد السائحين بقى بصفة عامة وليست بس في العالمين فقط إزاي أقدر أجذب خلينا نقول سائح مختلف ويمكن كان مصطفى بيكلم من فترة عن السائح الشرق أوساطي النهاردة بنتكلم على العربي شفناه بشكل كبير في العالمين لكن لو أعيز أستهدف السائح الشرق أوساطي لمدينة العالمين والموضو المصري الأخرى خلال الفترة الجاية في فصل الشتاء مثلا الحقيقة هو طبعا مهرجان العالمين النجاح كبير جدا يعني أقدر نقول اتولد عملاق أدى إلى وجود صورة إيجابية خلال الفترة الماضية عن مدينة العالمين كمدينة سياحية أضيفت إلى الخريطة السياحية في مصر بالنسبة للمدن الأخرى زي محافظة البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة ومحافظة جنوب سيناء فعلا المسابقات الرياضية اللي كانت موجودة مع المهرجان والأغاني والموسيقى مع نوعية السائح المستهدف لمنطقة العالمين أساسا من الفنادق الفايف ستار دي لوكس والسائح كان هناك معظمهم سياحة عربية بالإضافة للسياحة الداخلية طبعا فمنطقة العالمين منطقة وعدة محتاجة لسه عدد من الفنادق الكتير يعني احنا أعتقد موجود حوالي 15 ألف قرفة وشوية في العالمين كفنادق لسه في فنادق محتاجة لسه يمكن 25 ألف غرفة فدي فرصة كبيرة للاستثمار من المستثمرين سواء مصريين أو خليجيين أو حتى تشين أوروبي هتيجي أنا سمعت أن فيه تقريبا الممثل العالمي روبرد نيرو ليه فنادق فيه فندقين هيتعملوا خلال الفترة القادمة معرفش يوم حد في العالمين أو لا هتنفس في مصر ده لازم طبعا يبقى فيه مجال أو فيه تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين سواء لو مصريين أكيد محتاجين التسهيلات اللي هي نفس المستثمرين الأجانب بس المستثمر الأجنبي بيجي بأمواله من الخارج يستثمر هنا فبقى كلهم محتاجين في الفترة الأولى حتى انتهاء بناء الفنان على الأقل تبقى مثلا يعني عفاءات ضريبية كبيرة لازم يكون فيه عفاءات ضريبية لأن فيه عنده عمالة وتشغيل وإنفراستركشور وبيبني كونستركشن معينة محتاجة دي كلها تكاليف فده مهم سهولة الحصول على الإجراءات أو الأراضي بأسعار معقولة لأن طبعا هو بياخد أرض كبيرة جدا بيبني على جزء منها وبيتحمل تكاليف كل شيء فده مهم بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في المجال الفندقي واستثمارات المصريين أهم حاجة تسهيل الإجراءات والآفاءات الضريبية والمستثمارات المصريين حصول على القروض بالنسبة لنقطة الثانية احنا عندنا مطار العالمين مطار دولي بيستقل الاستثمارات بتاعته كبيرة لو هنتكلم على الاستثمار في كل مصر احنا عايزين يبقى فيه عندنا تيران شرطر بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمرين لأن التيران الشرطر مهم اللي هو منخفض التكاليف وبيجي من دول يبقى عندنا ديستنيشن كتيرة جدا لأن ممكن تبقى تكلف التكاليف ترشح ايه مثلا؟ بمعنى من ديستنيشن دي من الاماكن دي لا ما احنا عايزين كل منها منطقة العالمين ومحافظة جنوب سيناء لا من اللي تروحها لطيرات اللي تروحها لطيرات طبعا احنا عايزين طبعا كله يعني مثلا اوبروز يونان تركيا اوبروز الهند الصين امريكا اللاتينية يعني احنا عايزين ديستنيشن كتيرة وبعدين بتبقى الترافل ايجنسي بره او تور اوبريتور او المستثمر المصري او واتفر بقى المستثمر بيبقى هو له الديلز بتاعته مع السبلاير اللي بره بحيث ان تبقى الرحلات منتظمة اسبوعيا وتقدر تجيب لان الرحلة بتبقى مش نفس التيران المنتظم كنت قاريت ارتكلا ومقالة عن القصة دي وقال ان من احد مشاكل السياحة في مصر ان احنا ما عندناش تنظيم للقصة دي بشكل قوي ما عندناش وكالة قوية تقدر تجيب لنا حجوزات او ديلز قوية او اتفاقات قوية تعليق حضرتك لا هو فيه بس مثلا مش بالقوة المطلوب مش مسألة كده هو فيه ديستنيشن معينة يعني مثلا لسه مفتوح قريب شوف احنا بقالنا في السياحة صنين بس فيه لسه مطار سفينكس مفتوح قريب وبيستقبل تيران شارتر القاهرة مثلا ما بينزلهاش تيران شارتر لانه محجوز بالكامل بالتيران منتظم وكده لو بينزل فيه مطارات زي مطار سفينكس او مطار العاصمة القدرية بقى التيران الشارتر ده منخفض التكاليف هيجيب اعداد كبيرة وهتبصت لقي القاهرة بقى يعني مليانة سياح لو احنا بن لو بتشوف هذيك الرحلات اللي بتنزل في مطارات مرسى عالم والغرداءة وجنوب سيناء شرم الشيق بتبقى تيران كتير شارتر والاقصر واسوان طبعا في الشتاء عشان السياحة السقافية لما تتفتح دستنيشن كتير وتدي فرصة هو بسموه open sky او حتى تيران الترانزيت لو فيه تيران بيجي من اوروبا ترانزيت شارتر وهينزل في مطارات مختلفة احنا مستفيدين احنا مستفيدين حتى لو ترانزيت 9 ساعت 8 ساعت وتفر وبعدين هيكمل على افريقيا او العكس فطبعا ده مهم جدا اصلي هو ان احنا مصر بيحدها من كل الحدود ما ينفعش غير تيران يعني دول ما ينفعش بريا او كده لان فيه دول مثلا زي تركيا مثلا على اوروبا في حدودها فبيبقى في عندها بالباس بالموتساكل بيجي لها اعداد سياحة احنا لازم التيران عندنا البحر الابد المتوسط البحر الاحمر والسودان وليبيا فما ينفعش غير تيران طبعا وفلسطين النقطة هنا ان احنا ده مهم جدا ده عشان يجذب اكبر عدد فيه طبعا سياحة الاخرى اللي هي مرتبطة لو هنتكلم على سياحة مثلا زي في منطقة العالمين سياحة اليخوت مثلا فيه مرسى لليخوت طبعا السيد الرئيس اعطى قرار بان تبقى الاجراءات بتاعة دخول اليخوت الى مصر من اي حتة بقاها عن طريق طبعا قالت سويسا من اي دولة قصدية تبقى تخلص في نص ساعة شباك واحد او او ابليكيشن بقى دلوقتي نتيجة الابديتز بتاعة التكنولوجي خلاص تخلص كل الاجراءات بحس ان هو يدخل لان ده نوع من انواع السياحة مهمة يعني احنا عندنا كل انواع السياحات بس التسويق لها وخلوص الاجراءات يعني الاجراءات تبقى سريعة هي دي اللي هتجذب لنا اكبر اعداد ممكنة من السياحة التسويق يوميا بشكل صحيح بشكل بيتهدف السياح يعني الدولة دي بتصدر سياحة الشاطئية هروح للدولة دي وعمل الدعاية بتاعتي كافة الدولة دي مثلا زي المانيا بتحب التلفزيون خلاص يبقى التلفزيون الدولة دي بتحب السوشيال ميديا يبقى السوشيال ميديا الدولة دي بتحب تويتر مثلا وسنابشات زي دول الخليج يبقى خليني في دول الخليج وهكذا يعني طب الاجهزات بتاعت الناس دي امتى فبعمل ده طيب الناس دي عايزة مثلا بقى الطيران عشان يجيبها بسرعة يعني فيه طيران دلوقتي بينزل ما بين السعودية ومصر في مطار سفينكس خلاص ده بيخلي فيه سرعة وجود سايح يهمني وجود السايح وطبعا تسهيل الإجراءات في الحوافز اللي بتعطى للتخفيض في الطيران في اللوجيستيك في البرامج ده بيؤدي إلى جذب السايح متوسط انفاق السايح بتبقى الخطوة المهمة بقى بعد كده والسيرفز على أعلى مستوى لأنه لما بيطلع بره بينقل صورة عن مصر وبيكتب رأيه وده اللي بيخلي المواقع العالمية حاليا في سنة 2022 و2023 بتحط مصر كوجهة سياحية ليه بقى الأمن والأمان الحمد لله طاقة الاستعابية للمطارات الفنادق السيرفز العالي كل ده لما بيتجمع بيدينا النتيجة الإيجابية أنا عايزة أرجع مرة تانية للمهرجان لأنه أنا عايزة أعرف نقطة مهمة جدا ولكن خلينا أقول أن الشركة المتحدة لخدمات العالمية قدمت يمكن واجبة كده متنوعة من الفقرات الترفيهية المختلفة اللي احنا شفناها سواء رياضية أو ثقافية أو فنية النهاردة أنا قدرت أخاطب السائح العربي من خلال الفعاليات الفنية بأن أنا أجيب مغنيين عربي وقدرت أخاطب السائح الغربي في أن أنا أجيب له مثلا فنان أجنبي زي راس الفاشن شو بتاع مايكل سينكو الحاجات دي كلها النهاردة قدرت أستغل إزاي الفعاليات اللي حصلت طول فعاليات المهرجان ووقت المهرجان في طول السنة بقى عشان أخاطب السائح وأقول له لا استنى ده فيه بسا نسخة جاية هتبقى أقوى من نسخة القديمة يعني أقدر إزاي أجذب السائح والنهاردة أنا مش عايز أركز بس على السائح العربي أنا عايز أركز على السياح من جميع عن حق العالم عشان أقول لهم فيه نسخة جاية يعني الصيف الجاي تعالوا بقى وشوف وليه الصيف الجاي ممكن في الشتر مثلا طبعا لو تم عمل مهرجانات أو حفلات لمغنيين أجانب على غرار أوبرايدة اللي بتتعمل في اللقصر مثلا كانت أو في القاهرة لو عمل حاجة زي كده في العالمين ما احنا عندنا كل التجهيزات موجودة الحفلات كل شيء الفنادق الطاقة الاستعبية الترانسبورتيشن أي حاجة موجودة فتستمر الإفنس بالشكل ده بس الأجانب أو أن احنا يبقى عندنا مسابقات رياضية أخرى يعني فيه قام بطولات سكواشبت وقام بطولات كذا في مناطق أخرى أو لو فيه مؤتمرات دولية مثلا زي الكوب 27 يقدر يحصل وفيه الرئيس كان بيقابل الرئيساء في العالمين فديه سياحة مؤتمرات فحنا نقدر نستمر خلال العام بالشكل ده يعني لو عملوا حتى أنا مش خبير يعني مهرجان مثلا يبقى فيه عدد من بس ده يبقى مسرحيات برضو للسيح المصري والعرب مسرحيات مثلا بشكل في وقت معين يبقى فيه كذا فهتجذب ناس برضو لو اتعاملت أي مسابقات وتم التسويق ليها من قبل الدولة في منطقة العالمين زي مثلا المهرجان تحيك ذكرت المهرجان طيب المهرجان لو أضيف عليه مسابقة دولية للدول العربية والمغنيين الأجانب وزي المهرجان اللي كانت لها فيه متحة صالح زمان وكسب في أغنية كذا يتعامل وتدعو الناس فكل واحد هيجي المغني ولا هيدخل المسابقة بالناس يعني فيه حاجات كتير تقدر تستمر خلال العام فيه عندنا سباق الهجن نتعامل قبل كده في العالمين ممكن تقام دي يقام النهاردة دي يقام النهاردة سباق الهجن والله أنا طب في العالمين النهاردة فيه مثلا لو تعاملت لو فيه مسابقة أو بطولة للجولف للفروسية يعني كل الحاجات دي تقدر لأن هناك فيه الاستعدادات كاملة فنقدر نستمر خلال العام وهيكون فيه جذب لكل السياح اللي موجودين أما بالنسبة للسياح الأجنبي فهو قريدي بييجي لمنطقة العالمين فيه سياحة اللي هو متحف العالمين ومقابر العالمين وفيه أسار يونانية رومانية فيه لو فيه سياحة سحراوية في مرس ما تروح فممكن ربطها مع العالمين فبيجي السياح الأجنبي برضو لو إسكندرية مع العالمين وده اللي كنت عايز أقول حضرتك سياحة اليوم الواحد إزاي عززها وخلي العالمين نقطة انطلاق للسياح الأجنبي لمناطق أخرى تستفيد منها كامل يعني محافظات الجمهورية هو دي بقى بتعتمد على نوعية السياح اللي بيحب السياحة أصل السياحة الشاطئية برضو بالنسبة للسياح الأجنبي اللي بيجي مصر هنا بيجي دايما عشان أكترهم للدايفينج والشعب المورجانية والسنوركلينج ما لا ممكن ناخده سيوة وناخده هم أسكندرية فيه سيوة بقى فيه سيوة وفيه السياحة اللي في سيوة منطقة سيوة والسياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية والعيون الكابريتية اللي هناك اللي موجودة في سيوة السياحة الصحراوية بتتربت بالعالمين بمعنى أن احنا هنعمل لو فيه تحت السياحة الصحراوية دلوقتي لكن هي يعني كله على الطريق ما فيهش بيات في الصحرا حاليا ولكن ممكن تبقى فيه سفاري بيتام في مرسي مطروح وبعد في نفس الوقت السياحة الشاطئية يعني ممكن ربط السياحات الأثرية مع منطقة العالمين اللي هو هيعمل مثلا ريلاكسيشن بعد كده 3-4 أيام بعد ما يعمل تور كامل بدل ما يروح مثلا في الغرداء ممكن يجي منطقة العالمين زي ما احنا بنقول مثلا بيبقى عندنا بس طبعا ده بيبقى سايح معين برضو مش كله السياح يعني فيه سايح بيحب السياحة ثقافية ما يحبش السياحة الشاطئية بس الأغلبية طبعا بتحب السياحة الشاطئية النسبة الأكبر طبعا ممكن يجي منطقة العالمين واخد بال حضرتك السياح ويقعد برضو لأن ده منطقة العالمين هتسوق في كل المعارض الدولية القادمة لبورصات السياحة الدولية مع المناطق الأخرى ممكن يجي من خلالها يطلع مثلا لو فيه تيران شارتر يعمل يوم أو يطلع للقاهرة يشوف الأهرامات والكذا والأهرامات الجيزة والمتحف ويرجع لو تم افتتاح المتحف المصري الكبير وفيه حد مقيم في العالمين فده هتؤدي إلى زيادة الأعداد بشكل كبير جدا بالذات للسياحة الصحفية فهو زي ما بيحصل في منطقة شرم الشيخ والغردعة بيبقى فيه سياح موجودين هناك اللي هم بيحبوا السياحة الشاطئية ممكن برضو في العالمين يبقوا السياحة الشاطئية بس بيعمل أوفر دي للقاهرة بيجي بالأوتوبيس يشوف كذلك أو بيطلع لؤسر من الغرداء يشوف معبد الكارنك ودي الملوك وحد شبسوت ولؤسر وإلى آخره ويرجع تاني أو يبقى أوفر نايت فهي نفس الحكاية هتطبق بس تبقى مثلا لو فيها سكندرية أو أن هو بس لازم من العالمين أعتقد أنها عشان يطلع مثلا القاهرة وهتاخد وقت بالأوتوبيسات هي طيران شارت طيران شارت وتبقى آخر وجهة يعني ممكن يطلع على القاهرة ويطلع منها على بلده من بعد كده أو يطلع ويرجع تاني يعني هي العملية لو في هي ما أنا بقول حيك الطيران حتحل مشكلة كبيرة جدا عايز يطلع من العالمين لأسر ويرجع لأن إحنا زمان قبل 25 يناير كان فيه شركات بتجيب طيرات من قبرص تيجي تشوف السياح جايين من قبرص وبيشوفوا يشوفوا الأهرامات والجهزة والمتحك ويرجعوا آه سياحة اليوم الواحد كمان فيه سياحة في اسكندرية لما بتيجي المراكب العملاقة بتنزل وبتنزل للقاهرة و المراكب دي بتبقى زيارة اليوم الواحد آيو اللي هي بتبقى جولة البحر المتوسط آيو فدي كلها سياحات موجودة فاحنا نقدر نربط منطقة العالمين بسياحات كتيرة موجودة عندنا بس طبعا الترانسبورتيشن أو الانتقالات مهمة جدا بحيث أنه لو هيقضي الأسبوع بس يقدر يعمل كذا ويعمل كذا أنا عايزة أسأل حديك بقى عن المواطن المصري يعني النهاردة العائد اللي بيعود على المواطن المصري بقى من مثل هذه المهرجانات والفعاليات ايه هو يعني النهاردة لما المهرجان ده يوفر فرص عمل احنا بنتكلم في حوالي لو أنا مش غلطة أنا 55 ألف شاب وطالب وطالبة قدروا أنهم يشتغلوا في وقت المهرجان من يعني عن مستوى الجمهورية كلها النهاردة المواطن المصري العائد بقى اللي بيعود عليه من مثل هذه المهرجانات من فرص عمل حضرتك خبير سياحي ويمكن تقول لنا لما يبقى فيه إشغال للفنادق مثلا بالكامل الحاجات دي كلها بتوفر فرص عمل قد ايه بتعمل ايه بالظهر والله هو كان فيه دراسة زمان معمولة بس يعني لما كانت العملية استيبل قبل 25 أي كل مليون سايح بيوفر 200 ألف فرصة عمل كل مليون سايح خلاص منطقي برضا آه لأنها مرتبطة بحاجات كتيرة مش بس بالفنادق الفنادق والترانسبورتيشن وتوريد المواد الغذائية وتوريد المواد النظافة يعني عمليات كتيرة جدا حتى دلوقتي العمليات الحسابية والدفع بالفيزا كارد والفاتورة الإلكترونية وفر فرص عمل حتى للمحاسبين واوة وبقت العملية كبيرة فكل ما زاد فرص العمل كل ما زاد الاستثمار وزاد عدد السياح يعني شوفي حضرتك احنا مثلا بنتكلم إن شاء الله السنة دي ممكن نصل إلى 15 مليون بنهاية العام فدي بتوفر فرص عمل أكيد كل ما زاد الاستثمار وبعدين متوسط انفاق السايح مختلف وعالي يعني يعني فيه ناس بتدفع مثلا 100 دولار في اليوم في اليوم متوسط انفاق فيه ناس بتدفع 150 فيه ناس بتدفع 250 دولار فيه طبعا يخوض ده بيدفع 5 أضعاف الشخص العادي إلى آخره فإحنا بنتكلم فيه فرص عمل كبيرة للشباب وفرص عمل كبيرة لكل الوظائف اللي بتتعلق بسيهم تقريبا 70 وظيفة يعني أو 70 مصدر ف بتتيح الفرص دي مش في السيف بس في السيف وفي الشتة يعني هو لو فيه سياح بتبقى على مدار العام يعني على مدار العام السياحة الشاطئية أنا عايز ألك على الشتة إحنا دلوقتي كده هدقلين على الشتة لو أنت صانع قرار تعمل في الشتة وتستغل لحالة النجاح والزخم اللي حققها مهرجان العالمين عندك آلة إعلامية قوية تخدم عليه وتعمله تسويق عندك أماكن كتير في مصر زي شرم والغرداء أو أسوان أو حتى العالمين لو عايز تكمل عليها عندك فنانين تقدر تجذب بيهم سواء من الداخل المصري أو من الخارج يعملوا حفلات أو نعمل رياضات باعتبر أنه فعلا أثبت أنه يقدر يعمل عملة صعبة طبعا هو تعمل المهرجان صلت الأضواء على مصر كلها عمليات الجذب أو التسويق السياحي شغالة بالنسبة للمهرجان أوكي هو زود ده عمليات التسويق السياحي شغالة طوال العام بالنسبة للدولة بالنسبة للقطاع الخاص بالنسبة للشركات للفنادق لأنه فيه إعلانات كلنا بتتم عملها على السوشيال ميديا والحجوزات يعني إحنا السيزن ده إن شاء الله هتبص لقي أن الكروزز كلها فولي بوكت السياحة الأثرية السياحة الثقافية الفنادق حتى الأوفرلاند في اللؤسر وأسوان هتبقى فيه نسبة الإشغالات عالية بالإضافة للبحر الأحمر الدولة مع التسويق طبعا زي ما بقول الحقيقة برضو زيادة طيران الشرط لأن الرحلة مثلا بتجيب لو أنا نزلت 200 سايحة على الرحلة الواحد لو أنت بتجيب في الأسبوع أو في شركة في شركات بتجيب ممكن عشر طيرات ممكن عشرين طير في الأسبوع وشركات أملاقة يعني يعني أنت تتكلم في 2000 أو 4000 من شركة واحدة طيب تخيل لو عندي بقى الدستنيشن بالتيران دي من كل أوروبا أربع ساعات ونص الهند ممكن تكون آه فترة طويلة بس هو تفتح خط واحد بس لو عندي عدد رحلات أكتر عشر خمس رحلات هتدوس لأعداد زادت هتتنوع السيحة الهوليلان أو السيحة الدينية لرحلة العياة المقدسة والسيحة الشرطائية والسيحة العلاجية وغيره كله طيب يعني نبدأ تكلم عن العالمين ومهرجان العالمين خلونا نروح لزملنا أحمد الحسيني نعرف منه تفاصيل أكتر عن ختام فعاليات مهرجان العالمين صباح الفل عليك يا أحمد صباح الخير يا بسانت صباح الخير يا مصفى وصباح الخير دفقكم الكريم ومشاهدي صباح الخير يا مصر إمبارح كان حفل ختام أسطوري هنا في مدينة العالمين لفعاليات مهرجان العالم عالمين يمكن الليلة الختامية إمبارح بدأت بمجموعة من عروض نارية في سماء العالمين اللي أضاءت سماء العالمين بالليل كانت عروض أكتر من روعة الجمهور والمواطنين وزوار مدينة العالمين وزوار مهرجان العالم عالمين كانوا في حالة انبهار شديد طبعا بعد العروض اللي تمت في السماء بدأ تم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان منذ بدايته في 13 يوليو ولغاية نهايته إمبارح 2 ستمبر إحنا طبعا بننكلم على 52 يوم فعاليات متنوعة ما بين رياضية بطولة جودو المسابقات الكرة الشاطئية وطبعا فعاليات طرفهية وعروض أزياء لبيوت الموضة العالمية بالإضافة طبعا للفعاليات الفنية اللي كانت بتقام بشكل دوري وبشكل مستمر وضمت مجموعة كبيرة طبعا من فناننا المصريين ومن الوطن العربي وكان فيه إقبال كبير جماهيري على كل هذه الحفلات اللي كانت بتضم مجموعة وفئات متنوعة من الشباب طبعا لأنها كانت فيها اختلاف للأزواق والعمار السنية مبارح طبعا كانت الليلة الختمية مع فركة شارموفرز اللي قدمت مجموعة من أجمل أغنياتها وسط طبعا تفاعل كبير من جمهور مهرجان العالم عالمين وطبعا كانت ليلة ختمية جميلة تكلمت مع عدد كبير من الجمهور واللي اتمنوا وطلبوا بشكل مباشر ان يكون فيه دورة شتوية المهرجان العالم عالمين فيه هنا في مدينة العالمين طبعا على غرار الدورة الصيفية اللي أقيمت الفترة اللي فاتت على مدار أكتر من خمسين يوم وطبعا يعني ما زالت لسه أصداء وأجواء المهرجان مستمرة لغاية النهاردة الناس لسه في حالة انبهار وإعجاب شديد بما تم على مدار الأيام اللي فاتت وبالذات أو خاصة في الليلة الختمية مبارح ليلة الختم لمهرجان العالم عالمين شكرا لك يا أحمد يعني على مشاركتك لنا لتفاصيل ختم فعليات مهرجان العالمين وبنرجع مرة تانية اللي ضفنا الكريم اللي منوارنا يعني إحنا بنتكلم يعني خلييني أقول السر دلوقتي هنا يا فندم إنه الشارتر لو أنا وفرت شارترز بشكل دوري أقدر إن أنا أجزب ساح يقدر يجيلي يعني لو أنا عايزة أسبوعية خلييني أقول هل تشارترز بتبقى متوقفة بس على السائح القريب مني خلييني أقول في حض البحر المتوسط مثلا في السائح العربي ولا قدر أخاطب به حتى سائح في الصين خلييني أقول لا كان فيه شارتر بيجي من الصين كان فيه مستثمرين الأول بيجيبوا شارتر من الصين ممكن الشارتر يجيب من الهند ممكن الشارتر يجيب إن شاء الله من أمريكا الجنوبية يعني موضوع الشارتر بيعتمد على كبر حجم التيران مثلا وفيه شركات يعني حتى لو ما بيشتريش تيران بيقدر يأجر تيران بس الريجولاريتي في أنه هو يوفر استدامة على أساس أنه هو يعني دلوقتي مثلا في بعض الدول ممكن تجيب لنا سياح كتير بس ما فيش طيران مباشر فهما لما بيجوا بيجوا على طيران دول أخرى زي الهند مثلا فيه لسه مفتوح خط طيب أنا لو عندي ورجعنا مرة تانية مع توكيو تقريبا شطو طيران مع توكيو هي بتبقى بحلة مثلا فطبعا هي طبعا مسافات وعايزة يبقى فيه ديلز مع الشركات اللي هناك إنها تملى الطيران دي بقى بترجع للمستثمر والقطاع الخاص هو اللي بيقدر يعمل ينظم القصة بينظم القصة على أساس أصلي إيه الفرق بين التيران المنتظم والشارطة التيران المنتظم بيتحط جداول معينة زي مثلا مصر التيران عندها الواشنطن ونيورك وفيه المفروض خط أنا سمعت إنه هيتفتح مع الكاليفورني فأنا جاي مسافر فبحط أو أي حد مسافر فخلص بشوف الجدول عدد الرحلات كده لو ملقيتش في الموعيد بتاعتي بشوف خطوط دولة تانية ده التيران المنتظم وتكلفته بتبقى عالية طبعا وشنط وأكلة واجبة والحاجات دي التاني لا هو جاي الغرض معين هو جاي بيجيب مجميع وبيرجعها بيجيب مجميع وبيرجعها حسب الشركة صحيح على أي حال سواء تيران الشرطر أن نعظم الاستفادة منه أو سواء أن نستفيد من قصة مهرجان العالمين ونفتح ما يعرف بسياحة المؤتمرات في عدد آخر من المحافظات المصرية أو سواء با الاستفادة بتعظيم الاستفادة أيضا من العالمين نفسها أن نفتح فيها سياحة مؤتمرات أو نعمل منها سياحة يوم واحد كل دي يمكن أشياء كتير تكلمنا عنها وكان بصحبتنا الدكتور حسام هزاعل خبير السياحي لنا وره النهاردة في السوديو سبعة الخرمس شكرا جزيلا شكرا جزيلا